اليوم مساحاتنا جمال بجمال كان من جمال الأسنان لجمال الوجه لجمال الأزياء والتطور بعالم الموضع بداية فقراتنا حنروح لمساحتنا الطبية وجمال الأسنان التالي يوم هدف كل صبية وكل شاب أنه يحصل على ابتسامة كتير حلوة ومبسم حلو دائماً بيقولوا مجذبه من تمه أو من أسنانه صح يعني دائماً الابتسامة هي اللي بيقولوا سر الجمال أو حتى بتجذب كتير من الأشخاص وبتصحر يعني بالنسبة صح وهي بتشوف بيقولوا كمان بيقولوا صدقة يعني صدقة جارية وبلاش يعني خلونا طالما لا أصب بلاش خلونا نروح لأولى فقراتنا مع جمال الابتسامة ومع تطور طب الأسنان وبيعتبر طب الأسنان من التخصصات المهمة جداً في مجال الطب بشكل عام ودائماً بيحظى باستمرار التطور بكثير من المجالات اليوم رح نحكي عن تطور الأسنان الرقمي هذا المصطلح شو يعني؟ شو يعني تطور الأسنان الرقمي؟ شو هي أهم إيجابياته وأهم سلبياته استفسارات كتيري حيخبرنا عن نظيفنا لليوم الدكتور إلياس عنيد صباح الخير يا دكتور صباح النور كيف بكم؟ أهلا سهلا دائماً أنت بتضحك؟ دائماً طالما عم نقول المبسم لازم ضل نضحك لازم ضروري يسان صباحاً دكتور صباح النور يعني عم نحكي عن دائماً نحكي عن تطور الطب والتقنيات ولكننا اليوم نحكي عن طب الأسنان التجميلة خلينا نحكي عن أهم التقنيات يلي وصلنا لها والمواد المستخدمة فيها تمام هلا بالبداية خلينا نحكي نحنا عن طب الأسنان التقليدي كيف كان وكيف تطور نبليش من ناحية موضوع الشي البسيط اللي هو الحشوات اللي كنا نستخدمها نحنا كنا نستخدم الحشوات المعدنية تطورت لحشوات ضوئية التجميلية الحشوات الضوئية تطورت تصار تيجي بتقنيات النانو صار تيجي حشوات إلى طريقة تطبيق كثير احترافية تحاكي الطبيعية تحاكي الأسنان الطبيقية بالنسبة لموضوع تيجان التلبيس طول عندنا من نتيجان التطريق سابقا إيام زمان معدنية طورت لتيجان المسبوبة صافي عندنا سيراميك فوق المعدن وآخر شي نزل عندنا زيركونيا ونزلت عندنا تيجان السيراميك الكامل لقلاس سيراميك كل هاي التطبيقة بيتم بطريقة عادية تقليدية اللي هي الطبعات إياسات المخبري بيشتغل بشكل عادي هلأ طب الأسنان الرقمي استغنى عن بعض الأمور اليدوية اللي فيها مجال ارتياب أو خطأ ليخفوا الارتياب والخطأ الموجود ضمن طريقة العمل أو طريقة التصنيع مثل شو دكتور يعني عن شو استغنى طب التجميل الرقمي؟ تمام هلأ بداية الأمور الرقمية بلشت بالأمور الخارج العيادة برات العيادة صار فيه الموضوع الرقمي اللي هو موضوع تصنيع زيركونيا كان سابقا يدوي مواد يدوية بآلات يدوية بتصنع صار في شيء اسمه سكانر تصميم برنامج على الكمبيوتر بتتصمم الميلينج ماشين أو الآلة تضل الطحن اللي بتعمل لعننا الزيركونيا صارت آلية معت فيه يدوي هاي الآلة بتأخذ المعلومات تبعا من التصميم اللي نحنا بنعطيها هي عن طريق تطبيق برنامج بالكامل يعني تصميم السن بيصير عن طريق برنامج على شاشة الكمبيوتر بالشكل اللي نحنا بدنايا بالمواصفات اللي بدناياها هالآلة بتعطينا نحنا الدقة الكاملة للقطعة اللي نحنا عم نصنعها بدون أي خطأ هاي وفرت علينا موضوع الأخطاء اليدوية اللي كانت تصير المراحل اليدوية لتصنيع الزيركونيا أو تيجان البريس بالنسبة للموضوع داخل العيادة اطور الموضوع الرقمي اليوم صار في عندنا اسكنار داخل فمول هاي بتصير بالعيادة بديلة طبعات أنا جربتها هاي حكيم تمام اسكنار هاي بلشت من فترة ما صلى كتير طويلة بلشوا يطبقوا عندنا هالأجهزة طبعا بدايات الدقة تبعا ما كانت كتير عالية كان يطلع فيه أخطاء بالعمل أنا لحد هاي اليوم أنا هاي النقطة ما باقتنع فيها كتير بعد بده شوية شغل لتصل للنتيجة اللي بدنا ياها نحنا فعلا بالدقة العالية الداخل فمولي عم تعطي نتائج كويسة يعني بس بعد بده شوية يعني اليوم دكتور ضمن هذا الاختصاص نحنا استغنينا عن الطبعات وعن أخطاء المخبر دائما نشوف مثلا أحيانا نكون الدكتور كتير شاطر وآخذ الطبعة بشكل والطباق بشكل كتير صحيح ولكن الشب أو صبية ضمن المخبر بغلطة كتير صغيرة غيرت منظر الأسنان غيرت الطباق وغيرت ارتياح المريض لهذا التركيب يعني اليوم ضمن هاي التطور نحنا رح نطلع من هدول الأخطاء أو ممكن نرجع نقع فيهم نحنا كمهنتنا بنقل الحالة بين المريض للمخبر للتركيب نحنا بمهمتنا نحنا والمخبري بتكمن بنقطة واحدة هي تقليل الارتياب قد ما منقدر أو إلغاءه نهائيا الأخطاء تلغى نهائيا خاصة أخطاء الأبعاد والإياس لهاي النقطة عم يستخدموا اليوم الديجيتال تطور الديجيتال اليوم كتير مهم بالعيادة لما نصل لمرحلة الكمال بالإياس أنه خلص عندي أنا دقة عالية جدا بدون أي ارتيابات أنا هون أكيد هأخذ نتيجة كتير رائعة وموضية لما بأخذ أنا هاي النتيجة بالعيادة ممتازة ببعثها على المخبر عن طريق الإيميل دكا داتا والمخبر بترجمة للمكنة والمكنة بتعطيني سارك هون كل شيء آلي أنا ما عاب عندي يدوي الأخطاء اليدوية أنا هون بوقفها صفت الأخطاء آلية ومجرد معايرات بسيطة وانتباه للمشين بتعطيني نتائج ممتازة بدون ما أضطرني أقع بأخطاء هون أنا بكون لغيت تقريبا تسعة وتسعين بالمئة من الأخطاء اللي ممكن أقع فيها هو كتير مهم في الأسلام وبتصفي أمور بسيطة بسبب تكلفة العالية يعني في كتير ونشوف أنه عم توقع أغلاط عم يتطرد دكتور ريكسور الزيركون أو التلبيسة شو مكان نوعه نرجع من عيد شي الأسنان طويلة شي الطباق فإن شاء الله بهاي التقنية اليوم متجاوز هدو القصاص تماما تقنية هاي بتخلينا نتجاوز موضوع أنه الأسنان راكبة أو لا هالسن مطابق للإياس اللي أنا أخدته أو لا تمام عرفت عليه أما موضوع بيضل في العام اليدوي لابد منه بيضل فينيشينج الإنهاء اليدوي جماليته بالإيد أكتر من المشين دكتور يعني نحن عم نحكي اليوم لما نستخدم الديجيتال اليوم بعيادات الأسنان فنحن عم نحكي عن دقة ممكن تكون وأخطاء قليلة ممكن تكون ولكن خلينا نحكي عن جودة المواد في بعض الأشخاص عاملين هاي الحشوات المعدنية من سنوات يعني اليوم بتنصح أنه يستبدلوا بالحشوات المثلا الضوئية هلأ ما فينا ننصح نستبدلها نهائيا لأن الحشوات المعدنية الأملقام حشواتي رائع هي ما في شي ما قاله ميزات إيجابية وميزات سلبية الحشوات المعدنية من ميزاتها آمنة قلوية عالية بتخفف احتمال التسوص تحت الحشوة عمره طويل يبقى عمره طويل تتحمل مشاكلها فقط بتكمن بشغلتين أساسيات اللي هي إن الزئبق اللي بيدخل بتركيبة تعامل معه بحذر مع المريض أثناء طريق التحشاية والشغلة الثانية الناحية التجميلية استبدلت بعدين بحشوات ضوئية حشوات ضوئية كمان إلا مساوئ هي جميلة بلون السن وفوريا بتصير والمريض بيأكل عليها دغري بعكس الحشوات المعدنية بس مشكلتا أنه هاي الحشوة عمره أصار تشرب سوائل تمتص مشروبات فموية بتغير لونها بتغير أبعادها مع الزمن استبدلت بعدين بحشوات الزيركونيا حشوات الزيركونيا صارتوا صنع مخبريا حشوات الغلاس سيراميك كمان تصنع مخبريا هاي الحشوات مشكلتا كلفتا عالية يعني الحشوة فيك تعملي أنت اليوم حشوة ضوئية مباشرة بالعيادة الحشوة الغلاس سيراميك نحن بناخدها إياس السن أو عن طريق الأورالي سكان سكانر فموي بناخد صورة لألو منصنعها مخبريا ومنلزقها هاي الحشوة بتتميز بعمر أطول مقاومة للضغط بشكل عالي سبات اللون تبعها سبات حوافة كل شي فيها ممتاز ولكن فقط مشكلتا إنه غالية شوي تكلفتا عالية لأنه المكانات اللي بتصنعها شوي مكلفة المواد اللي بينصنع منا الحشوة غالية شوي مكلفة دكتور حكينا عم شوفك شوي عم تبرق معنا لقطات العمل داخل العيادة دائما إحنا عنا مشكلة بالتركيب إن كان أمامي يعني علوي أوصف ليبيون الأسنان الجنب الجسر بيروحوا للألوان الدرجة يعني بيغض النظر عن شلون الأسنان الأساسية الطبيعية لكل شخص يعني هون كتير مهم الدكتور يدخل بهاي القصة كرمان ما نروح بموضوع الفرق بين اللونين خلينا نحكي شوي عن الليزر قبل ما نرجع للأسنان الرقمية بالأسنان الرقمية اليوم الليزر لأي حدا حابب إنه يدخل بمجال الليزر يعمل طبيعي الليزر هل هو موجع دكتور؟ هاي أول شي وتكلفته ونتائجه أوكي هلا بالنسبة لموضوع الطبيعي الليزري مكلف ولكن تكلفته مقبولة إذا بنا نحكي كتجميل نحنا بنا نعمل إيماكس وجوه تجميلية فينير أو بنا نعمل زير كونيا في فرق إنه أنا أسنان نفسها بيضة بظل أكيد أوفر نتائجه كويسة النتيجة فورية تبعو بتدوم فترة بحدود ستة شهر لسنة ونص حسب اعتناء المريض وحالته وبنسبة للألم، الألم هو فقط شوية حساسية بتصير بعض الطبيعي تصير برد بالقصة؟ على المي الباردة على الهواء شوية ألم حساسية نتيجة تفاعل المادة الطبيعي ضمن السن بتعملنا شوية ألم بس بس في شروط بعد ما نساوي الليزر القهوة ممنوعة طبعا كل المصببات أنا أرجل هدول قصاص كل المصبب في ناس يعني تصاوية بس ما فيها تترك هدول العادات هون عم يروح القصة سلبية تماما على نتيجة الليزر فعم تفقد بجوز فوراً عم نرجع اللون الأصفر أو اللون القبل خلينا نحكيها هيك شوي بمثال مبسط أنا السن نضفته وبيضته السن صاره نظيف بقلب السن ببنته في عندي أقنية تشققات مجهرية موجودة على سطح السن الخارجي لما الإنسان بيكون مبيض أصنانه وأموره منيحة بيشرب قهوة سنه سحب كلها يصبغها مباشرة يعني صارت شي سلبي شي عكسي عملتنا لذلك بده كثير يتقيد بالتعليمات تعليمات صارمة يعني وقت الطبيب وإلا مثل لتو خلينا أفر شاي طيب دكتور خلينا هيك نختم حضرتك بنصائح اليوم بما يخص طبق الأصنان الرقمي عن أهم الأجراءات اللي أنت عم تشوفها أخطاء ممكن شائعة عم بتكون أو نصائح بشكل عام اليوم أنت بتحب توجهها لك المتابعين بالنسبة لطب الأصنان الرقمي اليوم هلأ النتائج كثير مرضية النتائج كثير كويسة في بعض السلبيات لبعض الأمور اللي بعض عم تتطور بعض ما وصلت لمرحلة كثير عالية بنصح طبعا أكيد أنه طب الأصنان الرقمي كثير عم يريحنا إذا قارننا باليدوي نحن نصبت الأخطاء لا تذكر أحسن بكثير أكيد أن اليدوي اللي عم ينشغل بالإيد المكنات نحن مجرد ما أخذت عياراته صح تعطيني نتائج مطابقة مية بالمية بدقة كثير عالية العين المجردية ما تقدر تشوف أخطاء ممكن تشوفها سكانار سكانار دقطة عالية بتشوفها العين المجردية ما تقدر تشوفها مفروض نلحق التطور نلحق الدقة بالشغل ما نضل على نفس السيستم الماشين فيه بأي جهاز بينزيل بأي مكانات تنزيل بأي نظام عمل بينزيل لازم نلحقه مثل ما كنا الزيركون اليدوي صلنا اليوم الزيركون الآلي كنا نشتغل إيماكس بريس حقن اليوم بلشت تنزيل مكانات عم تصنع لك الإيماكس خراطة مباشرة فوري ممكن تركبي الفينير بظرفة 24 ساعة تمام مكلف شوي عرفت فقط الكلف يعني كل ما مشينا شوي بسيلك أعلى بس عم نحكي في السعر للوقت كتير تمام بس الوقت يعني أنت عم تكسبي الوقت وجودة وجودة أكيد هلا كونه عم نحكي بتقنية جديدة فكل حدا عم شوفنا بيروح فورا ليعرف شو الأسعار في شي اختلاف القصاء وهي بس مجرد الفنية ريحة الطبيب والمخبر هلا الأسعار كتير بتفري يعني أنت عندك آلات بتجي بأسعار رخيصة موجودة اليوم بالسوق وفي عندك آلات كتير غالية بتتميز بالدقة والجودة الآلات الرخيصة بتتميز بالعمل التجاري سرعة الأداء ومثما يقولوا عنها تزيد شغل عرفتي لأ نحنا بدنا دقة بدنا جودة للمكانة اللي عم نشتغل فيها عم تجي على المريض أو على الدكتور طبعا كله بيفري على الطبيب وعالمريض بالنسبة للمواد المستخدمة نفسها الجلاس سيراميك اليوم اللي نعم نستخدمه نحنا مخبريا فيه أنواع كتير مجال كتير كبير بين شي رخيص وشي كتير غالي كتير نوع به هالمطب أنه فيه هالأداء سعار وفيه هالأداء سعار كل شي سعره فيه اليوم يعني اليوم انت بتاخدي مادة كويسة معمولة صح وبتقنية مرتبة إلى سعرها فيه أرخاص فيه مواد رخيصة تجي المصدر تبعها بيكون خفيف نفس الشي بنسبة للزيركونية اليوم الزيركونية كتير موضوع حساس أي قطعة زيركون يعني عندنا كله بيلك زيركون ما كله زيركون فيه زيركون كويس فيه زيركون لا فيه زيركون مصادق عليه ومطابع عليه وموجود بشكل نظامي ومعترف عليه هذا زيركون منيح كويس ما بدنا شي من برة لبرة غير معروف المصدر وخاصة هي الواجهة بالنهاية تماما يعني صحة الإنساء بالنهاية تطلب منها يكون كل شي منيح المواد كويسة ومرتبة ويعني معروفة أيضا يعني بالأسنان كجزء من الجسم عن تحمل كتير عوامل الأكل السوائل إلى آخره فأكيد بحاجة مواد اليوم المستخدمة فيها بالعلاج تكون من أفضل الأنواع تماما نتضاين معنا تماما والزيركون اليوم عمره الافتراضي كويس يعني تحكي أنت قديش تقريبا فوق العشرة خبسة عشر سنة بيخدهم تاريز زيركون هو ما بيصير عليه شي بس نحنا تغيير التيجان مع الزمن بيطلب مننا تغيير نتيجة تغيير مع العلاقة مع اللسة تراجع اللسة شيفوخي مع الزمن هذا اللي بيخلينا نبطر نغير تيجان أما غير هيك لا شكرا دكتور لحضورك معنا وصباحك جمال وأبد السامي على طول شكرا لقلي سعيد صباحك شكرا كثير إليك دكتور أهلا وسلم فيك